الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد كان من دعائه عليه الصلاة والسلام يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين الخاسر خسرانا مبينا هو ذلك الذي يكله الله إلى نفسه ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق وأحب الخلق وأكمل الخلق عليه الصلاة والسلام يدع ربه ألا يكله إلى نفسه طرفة عين وأنت تحيط بك الشرور من كل ناحية وصوب في العمل وفي الشارع وفي الخلوة وفي السر وفي العلن مع زوجتك مع أولادك مع أهلك مع أصحابك مع جيرانك مع الأقرباء مع الغرباء تحيط بك الشرور من كل ناحية يكفيك نفسك الأمارة التي هي بين جنبيك هي عدوتك الأولى وذاك الشيطان الذي تربص بك بالله عليك قل لي ألست بحاجة إلى هذا الدعاء يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين إنما هي رحمة الله سبحانه وتعالى في وفيك إن تغمدنا الله سبحانه وتعالى برحمته تولانا وكفانا ونجانا وإن وكلنا إلى نفسنا إلى نفوسنا إلى الشيطان خسرنا وهلكنا اسمع معي إلى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يصف حالنا يقول رحمه الله تعالى كيف يسلم من له زوجة لا ترحمه وولد لا يعذره وجار لا يأمنه وصاحب لا ينصحه وشريك لا ينصفه وعدو لا ينام عن معاداته ونفس أمارة بالسوء وهوى مرد وشيطان مزين وشهوة غالبة له وغضب قاهر ودنيا متزينة وفوق هذا كله ضعف مستول عليه فإن جذبه الله إليه وتولاه إن قهرت له هذه كلها وإن تخلى عنه ووكله إلى نفسه اجتمعت عليه فكانت الهلكة انتهى كلامه رحمه الله تعالى هذا وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر